بحضور أعداد غفيرة من المشاركين والمشاركات نظمت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة مركز القرآن الكريم مسابقة حفظ زيارة عشورة للمرة الثانية لكل الجنسين بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن شرعت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة بمسابقة زيارة عشورة الأولى التي كانت في عام 2019 شرعنا للمرة الثانية إن شاء الله في هذه المسابقة بهذه الأيام الأليمة زيارة عشورة وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ولله الحمد كان الحضور أوسع من الدورة الأولى للمسابقة بلغ العدد ما يقارب الستمائة إلى سبعمائة متسابق ما بين نساء ورجال العمار من عشرة إلى عشرين سنة الغاية من هذه المسابقة حث أبنائنا وبناتنا على حفظ هذه الزيارة لما تتضمنها من معاني جليلة وسامية لزيارة عشورة وزيارة الإمام الحسين عليه السلام وصحابه وأهل بيته الذين استشهدوا في مثل هذه الأيام الأليمة نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا في السنوات القادمة للثالثة والرابعة إن شاء الله طبعا لجنة التحكيم تكونت من قراء نخبة طيبة من قراء العتبة الكاظمية المقدسة وبالتالي هناك جوائز قيمة تنتظر كل الفائزين والفائزات الأوائل ومجموعة إن شاء الله ستكرم حسب الأداء والحفظ لهذه الزيارة الكريمة بعد نهاية شهر صفر الخير إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآلي محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السنة الثانية على التوالي تقيم الأوان العامة لأعتبارك أظمية المقدسة مركز القرآن الكريم مسابقة حفظ زيارة عاشورة ولله الحمد مستويات جيدة جدا من الذكور والإناث ونسأل الله تعالى أن نوفق في كل سنة وفي كل عام بخدمة الزائرين وخدمة الحسين سلام الله عليه المتسابقون أعربوا عن ارتياحهم لإقامة مثل تلك النشاطات من قبل العتبة الكاظمية المقدسة كونها تحفزهم على الحفظ وتزيد الوعياء في أذهانهم نشكر العتبة الكاظمية المقدسة لإقامة مثل هذه المسابقات إنها تبعيني ونتجه نحو مسجلات الإمام الحسين عليه السلام وان طبعا قبل ما حفظ زيارة عاشورة قبل ما حفظت عاشورة صحيح انتقرها بس ما جلت حافظتها لما عتبة الكاظمية سوت هذه المسابقة أنا حفظتها وبمتقر قرها وجلت أشارب هذه المسابقة أشكر العتبة الكاظمية عن مدها المسابقة اللي نسوها والحمد لله حفظت وواجهت شوية صعوبات بس المهمة أنا شاركت وإن شاء الله درجة مية ويوكد علماء دين بالاعتماد على روايات وأقوال لأهل بيت العترة الطاهرة عليهم السلام أن المدومة على قراءة زيارة عاشورة لها أثر إيجابي في قضاء حاجات المؤمن ونيل المقاصد ودفع الأعداء بشكل لا نظير لها لبرنامج هونالكاظمية على الأنباري ترجمة نانسي قنقر